بقولك ايه منار؟ انا عايزك بقى النهاردة تعملين احلى اكلة تلتها في حياتي معاك تمام ولا ايه؟ وش معنى النهاردة بقى يا سي اسامة؟ مش عارف بس انا نفسي بقى النهاردة اكل اكلة حلوة كده اكون مكلتهاش من زمان من ايديك الحلوين ده بس كده حاضر يا حبيبي من عيني الاتنين انت تؤمرني تسلم عينيك يا راحي بس بقولك ايه انا عايزك تنظف البيت بقى حتة تنظيفة وتروي ايه وتزبطيه وتخليه ايه كده ليه يا اسامة هو في ايه مالك انا حاس ان في حاجة لا 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 ولا اي حاجة انا نفسي بس اشوف البيت كده نظيف كده وشكله يفرح كده الزبطيه بقى على ماج خلاص يا حبيبي ماشي اللي انت عايزه طب مش عايزة حاجة اجبها لكم وانا جاي اه عاوزين شوية فاكهة كده ولا حاجة حلوين من ايدك وانت جايش قص الفاكهة والحاجات اللي كانت عندنا خلاص بس كده حاضر يا حبيبي يلا بقى مع السلامة مع السلامة يا حبيبي قصد ايه يعني لما يقولي انا نفسي اكل اكلة حلوة كده ونظاف البيت ومش عارف ايه ما طول عمره بينزل كده من غير ما يقولي اي حاجة انا حاسة ان في حاجة ومش مزبوطة يا طرق ايه هي يلا ماشي عموما انا كنت مطلعة شوية حمام من الفريزر اما اروح اتبخه بقى واتبخ تمبه ايه شوية بسلة وانا كده او كده بنظف البيت يعني عموما كل يوم وفتح الشبيك وهو الشقة وخليها زي الفل تعالي تعالي يا ست الكل دخلي يا منار يا منار انت جيت يا اسامة ومعاك حماتي تعالي يا حماتي اتفضلي 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 يا حماتي عد ايه رأيك بقى في المفاجأ اللي انا عملتهالك دي بصراحة ايه كانت مفاجأة ولا تخطر على بالي بسم الله ما شاء الله ده حتة مفاجأة جاملة قوي امالي يا اختي يعني مش باين عليك ان انت مبسوطة وفرحانة يعني ومالك كده حطالي ايدك في وسطك يلا بقى كده يا جماعة انا هدخل كده ايه اغير هدومي وريح شوية وانت تعودوا كده شوية مع بعض وتحط لنا بقى يا حبيبتي الاكل الجميل اللي انت عاملاه من عناية اللي اتنين اعودي يا حماتي اعودي ده انا مبسوطة انبساط مش قادر اقولك ازاي واي يا اخت البيت المكركب دي انت ما بتنضفش البيت ده ولا ايه ازاي يعني ما بنضفش ما البيت نضف حواليك وزي الفل وهو يا حماتي مكركب ايه يعين عليك يا ابني والله ما انا عارف انت قاعد ازاي في الشقة المكركبة دي يلا بقى عموما هو اللي اختار يشرب يشرب بقى نتيجة اختياره اختار ايه يعني يا حماتي مش فاهم انت تقصد ايه يعني هيكون اختار ايه يعني اختارك انت يا اختي وانا يعني هخاف منك ولا هخاف يلا اهي جوزة والسلام اما نشوف هو انت يا بنتي لسه محملتش مفيش اي اعراض يعني اتعب وخم حاسة انك عايزة تنامي تعبانا شوية عايزة ترجعي انت بقى لك دلوقتي ستة ولا سبعة شهور متجوزة ايه مفيش اي حاجة خالص ايه يا حماتي تصدقي انا دلوقتي بس حاسة اني عايزة ارجع اللي في بطني بس الكلام ده دلوقتي بس اني قبل كده لا وحاسة اني بقى نفسي اخش نام ترجعي دلوقتي انت هترجعي في وشي ولا ايه ده اهل اعرف ده الله هيقرفك وبعد ان اهل اللي عايزة تنامي دي نمت عليك حواطة اني لسه جاية هو رحي يا بتجري حضار الغداء خلينا نأكل ولا ندفع في يومنا ده داني اول مرة هدوق طبيخك اما شوف الستهاني من اللي بني جابه بتعرف تطبخي ولا ما بتعرفاش لا ده انا عايزة صفرة طويلة عريضة كده عايزة وليمة عليها الايمة حكما اني ما بعرفش اكل كده اي كلام لا لازم تكون الترابزة كده مليانة من خيرات الله قصد ان انت جيت عند البيت وشفت اني بعمل صفرة شكلها ايه مليانة ايش مشكل من كل لون يا بطيسطة على فكرة بقى اسامة جوزي ما قال ليش والله العزيم تالتا ما قال لي ان انت جاي اصلا قصدك ايه يعني هو انت تطبخ ايه النهاردة لو انت تطبخي حاجة اي كلام يا ماما لا روح الحقي نفسك وكمل بقيت الطبيخ انا عايزة كده بقى حاجة تشرف انا ممكن اقعد كمان ساعة عادي مش مشكلة لا يا حاماتي ما هو الجدى بالموجود ايه يعني المشكلة الموجودتك ليه انا يا ماما ما بيعجبنش المثل ده الجدى بالموجودة لا ده كل واحد وقمته لو حد طبع لكي فجأة المفروض تقومي كده تعملي حاجة تشرفك كده وتملى العين وتبقى على قمة اللي جايلك لكن بقى ايه الجدى بالموجودة لا لقمة بجبنة لقمة هنقية كفمية والامثال القادمة التعبنة دي ما تدخلش معايا ما باقولش منها انا قلتلك اهو حذرتك لو انت عاملة اكل ما يشرفش وحاجة كده مش من قيمتي ومش من قرمتي يبقى خلاص يا حبيب تلحقي نفسك وخش يكملي الطبيخ بقولك ايه حاماتي انا دخل حط الغدر الجدى بالموجود ده انت بيت تلمدة ولسانك طويل انا مش عارفة كان اعجبك فيها ايه جدك نيلي كان مالها يعني البت الامياء بنت الولية المحمد اللي جنبيني كانت بيت زي العسل والله وكانت زي الفل والاهلوبة كده وشطورة في البيت يا اسامة تعالي ايلا حط الترابيزة عشان احط الغدر حدر يا حبيبتي انا جاي اهو وانت بتحطهاش انت لهي اختي هو انت كتعة ايجي هو يحط لك الترابيزة لا تقيلة يعني انت مش قادرة تشيله ايه ولا مش قادرة تشيله معلش يا ماما اصلية متعودة ان انا اللي بفرد الترابيزة كل مرة لما نيجي ناكل ايه اكل واحد هنا في البيت ده وظيفة اصل الترابيزة يعني بتبقى جامدة شوية كده وهي بتتفرد فانا اللي على طول بعملها لا والنبي ده انت اللي مدلعها زياد عن اللزوم مش عارفة ترابيزة ايه يعني اللي انت رايح تفردها هي يعني بتعرفش تفردها هي تقيلة ولا تقيلة انا فردت الترابيزة يا مانهار يلا يا حبيبتي هت الاكل يلا اه ده عاملة حمام الله 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 ده انا مكلتش حمام منing من زمان ايه رأيك بايا حبيبي انت قلتلي انا عاوز اكل كده كل مكلتهاش من زمان وانا قلتل اك انت مكلتهش من زمان فعملوا انا كت عاملةر لها اتنين وانت اثنين بس يلا مش مشكلة هيكاف انت تاكل واحدة وانا واحدة وماما تاكل اثنين مش مشكلة يا ستة انا موافق شفت يا ماما بتحبك قد ايه؟ بتحبني؟ بتحبني ايه؟ انت يا ابني عزمني ومطلعني من باتي عشان اجي هنا اكل الحمام المفاعز ده ما كنت جبت عصافير احسن حتى كان هيبقى اوفر وارخص ليه يا حاج ما انت بتحب الحمام وطلع عمر كنت بتطبخيه في البيت عندنا زمان على طول ايه المشكلة؟ يا اخويا لما حبوا حاجة واتبخوا حاجة في باتي وغير ان انت تعزمني عليه ده حاجة تانية خالص ده انت متجاوز بقى لك ستة ولا سبعة شهور ما عزمتنيش ولا مرة ويوم ما تعزمني جايبني ايه اكل شوية حمام مفاعز ده وجع القلب اللي انا فيه ده ده انا ما خلفتش رجالة او لا ما كنتش عارف تجيب ده كربط ولا دي كرومي حلو كبير كده وتقول لها هتبخي عشان ماما جاي عندك حق فعلا الغلطة غلطتي انا قلت لها انا عاوز اكلة حلوة كده يعني ما قلتنهاش ان انت جاية وقلت بقى هي هتعمل اكلة حلوة كده يعني من دماغها ايه يا حماتي هو الاكل مش عاجبك ولا ايه ده نعمة وفضلة يا حماتي من عند ربنا ما تكبرش الموضوع كده يعني وتعمل مشكلة تصدق يا بيت انت برده وما عندك رحة الدم والاحساس يعني لو امك هي اللي جايالك كنت هتطبخي لها الاكل ده ولا كنت هتطبخي لها ايه ايه يعني المشكلة يا حماتي ايه اكل المهم ان احنا بنتلم كده على صفرة واحدة بالصفرة تبقى مليانة وانا قلتلك الكلام ده مليهال ايه الحمام المفاعص ده لا يا حبيبت قولي انت انت والمعدول جازك وتاني مرة يا سؤسامة لما تبقى عزمني تبقى تعرف مرتك ان انت عزمني عشان تعمل لي اكل حلو وتقول لها ماما جاية اعملوا وتبخي احلى اكل عشان ماما مش جايبني اكل شوات حمام مفاعص انا احب كده الحاجة تبقى من قمتي ومن قرمتي ابعدها بس يا ماما المراضي وانا اوعيدك ان انا اعملك احلى اكل بصي خليك عندنا ما تروحيش بيتي عندنا بكرة اعملك احلى اكل واحلى صفرة لا يا حبيبي انا ما احبش يا بات عند حد انا بحب بات في فرشتي وفي سريري انا كنت هاكل عندك اللقمة وانزل اروح ما كنتش هاعد يعني بس كنت تعمل لي حاجة تملى العن وتشرح لكن تجيبني هنا قدام مراتك عشان تهزدقوني ماشي ماشي يا اسام عديني عديني عشان اعمر اروح باتي طب يا حاجة ما تزعليش وانا هبعد هجيبليك اكل جاهز من بره تعودتك لي كل الوحدة لا يا حبيبي انا ما اقولش اكل جاهز لما تبقى عامل اكل كده عليه الايمة ويشرف تبقى تبقى عادل وتقولي تعالي يا ماما كولي مش اللي انت عملت فيها ده النهاردة ده يصح ده اتمر مطن المشوار ده كله وفي الاخر مراتك اطلم في الاساس ما تكونش عارفة ان انا جاية خالص سلام عليكم يا اخوي هي مامتك مكبرة الموضوع كده لي يا اسامة ده كانت لقمة يعني والسلام مش قصة ايه ليه عملته ده لا انا اللي غلطان عمل مفروضك تعرفتك ان هي جاية وكنا عملنا اكل حلو وكنا عملنا الاكل بالزيادة ده احنا بقى منزرنا وحش قوي لا 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 ده الغلطة غلطتي ابيعن احنا دلوقتي هنقعد ناكل ولا هنعمل ايه لا 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 انا قلبي مش متوعني اسابها تنزل زعلانة كده انا هنزل وراها عشان اصالحها اروح وراها عشان اوصلها البيت كمان ومالو يا حبيبي روح رضيها وحتلاها كل الحلوة كل عندها قال ايه مش اعجبها الحمام عايزة دكرني ولا بط ليه عزمين الوزير ولا عزمين الوزير بس يلا مش مشكلة اكلاني اهههههههه